بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحما بكم في بارت سري كورس اوتلاين لنفورس كونكريت وان بنتكلم على الانتروداكشن بتاعة البارت دوت فيها حاجة مهمة جدا بنشوف العناصر الانشائية اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده اللي احنا هنتعرض لها بالتصميم ان شاء الله زي الاسلابس البيمز الكولامز دول التلات عناصر اللي بيكونوا لسكيلتون بتاع اي مبنى اللي احنا هنتعرض لهم بالتصميم بالتفصيل ان شاء الله بعد كده بنتكلم على general concepts اللي مفروض ناخد بالنا منها اولا عملية الخرصانة المسلحة هي عملية التصنيع اللي هي خلط المكونات بتاعة الخرصانة اللي هي زي السيمينت والووتر والأجريت والأدميكتشارز وبعد كده عملية الصب حسب العنصر الانشائي اللي موجودة عندي مثلا ده الكولامز فيبقى دي الكونكريت وده هو حديد التسليح اللي موجود عندنا بعد كده بنتكلم على الاناليسس والدزاين بتاع الانفورس البيمز زي ما احنا شايفين كده دي كاميرا عندي اهيت فيها الحديد التسليح ده الديمنشن بتاعة الكاميرا اللي موجودة وحنتكلم على الكنات حنتكلم على الحديد السفلي حنتكلم على الحديد العلوي وازاي بنربط الحديد ده كله مع بعض سواء الحديد السفلي مع الحديد العلوي مع الكاميرا ده هو تشكل الحديد بتاع عمود تمام كده برضو الحديد اهوت موجود متربط مع بعض بالكنات وطبعا تفاصيل الكنات ديت مهمة جدا علشان الحديد ما يتحركش من المكان بتاعه الاسلاب ديزاين رينفورسمنت عندنا انواع مختلفة من البلاطات اللي احنا هنشتغل عليها اللي ايه زي الكونفينشنال السيستم يعني ايه يعني صولد اسلاب متشال على مجموعة من الكاميرات اللي موجودة والكاميرات بعد كده بتدي اللود للكولام اول فلات اسلاب وده نوع من البلاطات المهمة جدا ان البلاطة متشالة مباشرة على الكولام يعني ما عنديش بيمز ودي بنستخدمها في حالة لما يبقى اللايف لود عندي عالي او فلات اسلاب معاها كولام بس الكولام هنا فيه هنا كولام هيد وده عشان يمنع البنشنج ما يحصلش اختراق ان العمود اللي عندي يخترق البلاطة ويسبب فيها فليار وده في حالة لما اللايف لود عندي بيبقى عالي جدا او بنستخدم لفلات اسلاب معاها دروب بانيل وبرضو في الحالة ديت ليه علشان ان اول منطقة اللي حوالين العمود وما يحصلش عملية البنشنج ويحصل فيليار او لوكال فيليار في البلاطة البعض كده فيه الوفل اسلاب اللي هي مجموعة من الاعصاب المتقطعة وبنستخدمها مع الفلات اسلاب ده شكل الحديد اللي موجود عندي في الاسلاب حديد في الاتجاهين طيب الحديد اللي فوق دوت بنستخدم مجموعة بنسميها مجموعة الكراسي عشان يبقى عندي كفر والكفر دوت مهم جدا ليه علشان يمنع الكوروجين اللي ممكن يحصل في حديد التسليح طيب بعد كده بنتكلم عن الشير ديزاين بمعنى انا لو عندي سيكشن وبيتعرض للشير فورس لازم اعمل حسابي علشان ما يحصلش فيليار في المنطقة ديت طيب بنقوم الشير فورس ازاي هننشوف بعد كده ان احنا ممكن نزود الحديد اللي فوق او الحديد اللي تحت او نستخدم مجموعة من الكنات ديت مثلا الكراكس بتحصل لو ما فيش حديد تسليح عشان يقاوم اللي موجودة ازا فايدة حديد التسليح هي موجوده علشان يقاوم الكراكس اللي ممكن تحصل نتيجة الاحمال اللي موجودة على الكاميرا بعد كده في السلابس بنعمل لها الديزاين باستخدام السوفتوير ويديني المناطق اللي عليها الاستريسز العالية وبالحالة ديت مقدر نحسب حديد التسليح المطلوب دي برضو كده منظور بيبين لنا فلات سلاب موجود على وولز او صولد سلابس متشارع على بيمز وبعد كده البيمز بتدي الكولمز او وفلات سلاب زا ما احنا شايفين اقوات متشارع على الكولمز مباشرة بعد كده بنتكلم على الكولمز زا ما احنا شايفين ده عمود بس هو عمود كبير طبعا لان دوت شايل الجردل بتاعت كوبري وده تفاصيل حديد التسليح بتاعته واللاحظ هنا ان فيه هد موجودة ليه علشان اللايف لود عالي جدا ففي الحالة ديت بنخاف ان يحصل بنتريشن او يحصل بانشنج ان العمود اللي عندي يختارق الاسلاب برضو هنشوف هنا ده كولم ده الحديد بنسميه الحديد الرئيسي اللي هو الحديد الطويل وبعد كده ديت الكنات وفايدة الكنات هنا انها بتثبت الاسياخ في مكانها وفي نفس الوقت لو انا عندي ويند لود الكنات ديت بتلعب دور مهم جدا في مقاومة الويند لود بعد كده بنتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها السيرفيسابيلتي ايه هي السيرفيسابيلتي ان احنا لو عندنا كاميرا وعليها لود يهمني ان الديفليكشن اللي يحصل فيها الديفليكشن دوت ما يزيدش عن قيمة معينة الكود حددها وإلا حيحصل كراكينج واللي كراكينج يؤدي الى الكوروجن بتاع حديد التسليح وبيبقى عندنا الكيرف اللي احنا شايفينه اللي بيربط الفورس مع الديفليكشن ونقدر نحسب الديفليكشن نتيجة الفورس الموجودة ونتأكد هل هي في حدود المسموح بيه ولا اكتر اشتركوا في القناة